السلام عليكم طلاب الصف العاشر رح نبدأ اليوم إن شاء الله بالوحدة الرابعة وهي سلوكيات مالية غير مسؤولة الدرس الأول الإغراق في الدين أهداف الدرس أولاً تعرف مفهوم الإغراق في الدين ثانياً تحديد أسباب الإغراق في الدين رح نتحدث في هذه الوحدة عن بعض أو تصرفات أو سلوكيات المالية التي يقوم فيها بعض الأشخاص أو بالجائلها حتى يحلوا مشاكلهم المالية أو ضائقة مالية عندهم من هذه السلوكيات رح نتعرف فيها اليوم في درسنا هو الإغراق في الدين رح نتعرف على مفهوم الإغراق في الدين ثم نذكر أسباب الإغراق في الدين قد يلجأ بعض الأفراد إلى الاقتراض بسبب ظروف مالية أو ضائقة مالية يمكن يكون هذا الاقتراض يخدوه من مؤسسات أو بنوك أو أفراد في حال أخذ القرد لازم يكون عامل الفرد تخطيط إلى سداد هذا القرد حتى ما يتراكم في الديون أو عدم قدرة على الوفاء بالالتزام في تسديده بعض الأشخاص بلجأوا إلى عملية الاقتراض بيكتشف أنه ما عنده قدرة على تداد هذا القرد بروح بوخة قرد تاني بوقع بالمشكلة أكبر وهون رح نتعرف على الإغراق بالدين قبل بدء في الدرس سوف نطرح أسئلة ماذا نعني بالدين؟ ما هي أسباب اللجوء للدين؟ ما دور الوعي الثقافي؟ طلابي، نشاط واحد مفهوم الإغراق في الدين صفحة رقم 69 سوف نعرض قصة إيمان والدين تعمل إيمان في أحد الشركات الخاصة وتتقادى راتبا شهريا مقداره 600 دينار وتأويل أسرتها بحيث تنفق 200 دينار شهريا من راتبها لتلبية بعض حاجات العائلة أرادت إيمان إكمال دراستها الجامعية وقررت بعد الاستشارة أن تقترض مبلغ من البنك وقد حصلت على المبلغ القرد بعد إجراء اللازم لقاء قصة قدره 150 دينار تخصم من الراتب كل شهر وبعد ثلاثة أشهر وجدت إيمان نفسها مرهقة من مشكلة المواصلة فقررت شراء سيارة لتتمكن من التوفيق بين الساعات عملها وساعات دراستها في الجامعة وقد حصلت على قرد السيارة بعد إجراء اللازم من أحد مؤسسات تمويل التجاري لقاء قصة قدره 200 دينار شهريا بعد شهرين احتاجت إيمان إلى مبلغ 1000 دينار لدفع تكاليف العملية الجراحية لوالدتها المريضة فطلبت سلفة على راتبها من شركة التي تعمل فيها وتم الاتفاق على أن يسدد المبلغ في سور الدفعات شهرية قيمة كل منها 100 دينار وبعد مدة وجيزة وجدت إيمان نفسها مثقلة بالديون ولا تستطيع الموازنة بين دخلها ونفقاتها وديونها المتراكمة وأخذت تفكر في الوضع المالي الذي وصلت إليه وفي عدم قدرتها على التأميم طلباتها الأساسية إلى فكرة الاقتراض من أحد مؤسسات التمويل والتسهيلات التجارية استمكن من تلبية حاجاتها الرئيسية وخلال أسبوعين استطاعت الحصول على مبلغ 800 دينار من صندوق التمويل المرأة على أن يسدد المبلغ بدفعة قصد قدره 75 دينار شهريا وبهذه تمكنت إيمان من تأمين المبلغ اللازم للوفاء بحاجتها وحاجة إسرتها مدة شهرين فقط بعد ذلك أدركت إيمان أنها أصبحت غارقة جدا في الديون ما جعلها تقصر عن تزديد جميع الأقصات المطلوبة منها دفعة واحدة وهو ما أضطرها إلى التغادي عن دفعة قص السيارة إلى شركة التسهيلات التجارية مدة ثلاثة أشهر متتالية ما عرضها للمسائلة القانونية والآن بعد سماعك لقصة إيمان والدين لنجب على الأسئلة التالية 1- كم يبلغ دخل إيمان الشهري 2- هل تملك إيمان مصدر دخل آخر غير راتب العمل 3- ما قيمة المبلغ الشهري الذي تنفقه إيمان على تلبية بعض الحاجات العائلة 4- كم تبلغ قيمة الأقصات التي تدفعها إيمان شهريا 5- هل يفي دخل إيمان بتلك النفقات والأقصات 6- سادسا برأيك هل كانت القرارات لدي أخذتها إيمان وجعلتها مثقلة بالديون صحيحة ولماذا 7- سابعا برأيك ما الدروس المسفادة من هذه الحالة 8- هل سمعتي من قبل بمصطلح الإغراق في الدين وما هو 9- حاولي أعزائي الطلبة أن تجيب على الأسئلة بمفردك 10- الإغراق في الدين هو الإفراط أو المبالغة في الاقتراض غير مدروس 11- الذي لا يتناسب مع مستوى الدخل 12- الفرد مما يؤدي إلى عدم قدرة على الوفاء بالالتزام مدة من الزمن 11- والسبب الرئيسي في الإغراق في الدين وهو يا طلابي الاقتراض العشوائي غير المسؤول 12- فيه يصبح الفرد بتراكم الديون وعدم قدرته على أدائه 13- بساهم في التسرع في اتخاذ قرارات مالية 14- التي ينقصه الفهم ودراسة تكلفة الحقية لتزديد هذا القرد 14- ويصبح أنه هون في الفرد في تدني الثقافة المقتردين المالية 15- من أسباب الإغراق في الدين 15- واحد عدم إعداد الموازنة الشخصية التي تبين مدى شمول دخل للنفقات 16- يعني هون الشخص بده يعمل موازنة يعرف مصادر دخله وأوجه إنفاقها 16- ثانياً سوء إدارة الأموال وهدرها 17- ثالثاً عدم إدراق مخاطر الاقتراض بصورة كافية 17- زي ما ذكرنا سابقاً أنه هون عدم إدراق مخاطر الاقتراض بصورة كافية 18- يعني هون أنه تذني ثقافة المقتردين المالية 19- ما عندهم شو رح يصبح عندهم في عجز في تسديد هذا القرد 20- رابعاً 21- الإسراف في شراء الأشياء مثل شراء العاطفة 22- خامساً في ياب ثقافة الإدخار 23- والآن طلابي 24- ننهي درسنا اليوم وهو الإغراق في الدين 25- هيك وصلنا إلى نهاية درسنا 26- بنتظر استفساراتكم وإجاباتكم 27- ونلتقي إن شاء الله في درس آخر 28- تحياتي قسم الحاسوب والثقافة المالية 29- شكراً